فجأة أصبحت إيران في بؤرة الأحداث الأمنية في الشرق الأوسط هجوم مسلح على عرض عسكري للحرس الثوري في إقليم الأحواز يوقع العشرات من منتسبيه ما بين قتيل وجريح الهجوم يأتي في خضم أزمات سياسية واقتصادية تعصف بالنظام الإيراني منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران وفرضها عقوبات قاسية تهدف إلى شل نظام طهران اقتصاديا وحشره في الزاوية في مواجهة تظاهرات شعبية ناجمة في معظمها عن المصاعب الاقتصادية التي يواجهها النظام في ظل العقوبات ثم يأتي هجوم الأحواز ليضيف بعدا أمنيا للتحديات التي يواجهها النظام الإيراني فالهجوم وقع في الإقليم ذي الأكثرية العربية ذلك الإقليم الذي يعاني سكانه من سياسات عرقية تنتهجها السلطات الإيرانية ضدهم وتستهدف بها هوية سكان الإقليم العربية الأمر الذي يرجح معه تفاقم أوضاع العرب في الأحواز وتصاعد الانتهاكات الإيرانية ضدهم لا سيما بعد أن أعلنت المقاومة الوطنية الأحوازية مسؤوليتها عن الهجوم ذلك الإعلان الذي قد يستفيد منه نظام طهران محليا في مواجهة الناشطين في الأحواز ورغم أن تنظيم الدولة أعلن هو الآخر مسؤوليته عن الهجوم إلا أن نظام طهران اتهم كل من السعودية والإمارات إلى جانب الكيان الصهيوني بالتورط فيه اتهامات رفضتها السعودية وصفتها بالباطلة متهمة نظام طهران بالكذب والتدليس وإلقاء اللوم على الدول الأخرى لتغطية عيوبه وفشله في تحقيق طموحات شعبه وبالنظر إلى الاتهامات الإيرانية وتوعدها بالرد يرى محللون أن ساحة الرد الإيراني على الأرجح ستكون في اليمن حيث تخوض السعودية والإمارات منذ أكثر من ثلاث سنين حربا ضد ميليشيات الحوثي التي تدعمها إيران ما يعني ربما دعما إيرانيا متصاعدا ونوعيا للميليشيات الحوثية من أجل ضرب أهداف أكثر إيلاما للرياض وأبو ظبي أما في مواجهة الكيان الصهيوني فلن يتجاوز الرد الإيراني التهديد إذ أكد الرئيس روحاني أن رد بلاده سيكون ضمن القانون وفي ظل المصالح القومية لإيران ترجمة نانسي قنقر